تحياتي عقود رعاية خمصان أندية كرة القدم منذ أن بدأت وهي أصبحت عطول مصدر دخل مهم لهاي الأندية أصبحت أيضا مقياس لنجاح النادي أهميته شعبيته قيمته بين العالم ربما يكون نادي بنارول الأريقوياني بالخمسينات من القرن الماضي أول واحد فكر خليني أحول قميصي لساحة إعلانات وقرري بيه ويدخل فلوس من عقد رعاية قميصه لكن الأوروبيين بعد ذلك عجبتهم الفكرة أخذوها أعطوها شكل تجاري استراتيجي نوع من العمل الحقيقي حولها وأصبحت جزء أساسي من دخل أي نادي كرة قدم بس الأندية كثير حساسة في مسألة شو تحط إعلانات لأنه في جمهور شباب في عائلات بيحضروها في مستثمرين بيخافوا على سمعتهم فدائما بيكونوا مخذين احتياطاتهم المعلن يكون له علاقة بالمجتمع اللي بينتموله لكن البعض اتجاوز الحدود رعا الإعلانات عجيبة غريبة غير متوقعة مقابل بعض الأموال في فترات صعبة مرر فيها وهذا اليوم في موضوعنا من حلقة توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم ثلاثاء دائما على قناة سيلفي سبورت حنتكلم عن أغرب وأعقد وأكثر الإعلانات مفاجعة على قمصان الأندية حنتكلم عن خمسة منهم ومش هذكر طبعا أي شيء في تسويق لشيء غير أخلاقي أو شيء ما بناسب مجتمعنا أكيد سمعتوا عن رئيس جمهورية نفسه أكيد سمعتوا عن شخص قرر أنه يحكم حاله بحاله لكن صعب جدا تسمع عن نادي قرر يرعى نفسه بنفسه منتكلم عن نادي أولمبيا نادي بريقوياني محترم شهير عريق نادي عنده 45 لقب دوري عنده ثلاثة لبرتدوريس وخسران أربع نهائيات ثانية نادي تأسس عام 1902 هذا النادي في فترة من الفترات مر بعشر سنين من الجفاف ما فيش فيها ألقاب ما فيش فيها بطولات كان عم بعاني كثير ماليا وعا مستوى اللاعبين الموجودين لكنه بدأ يتعافى ما بين 2011 و2012 ثم في 2012 اتفاجأ الجميع بقميص لنادي أولمبيا موجود عليه أولمبيا 1902 أنا راعي نفسي بنفسي وأنا بعتد وبفتخر بعلاقتي حاولت أعرف شو السبب تلك اللحظة سبب ذلك القرار دورت بالإسباني توصلت مع ناس صحفيين مع ناس في النادي نفسهم الإيجابي كانت ربما أوضح معانيها هي كالآتي نادي أولمبيا بتلك الفترة كان عم بستعيد شعبيته وبستعيد أهميته ما حاب يوقع عقد مع راعي طويل الأمد بقيمته القديمة حاب يذكر بعراقته حط اسمه لمدة سنتين عشان يجيلوا الراعي طويل الأمد وفعلا هذا اللي صار شركة تايجو واحدة من أهم الشركات الاتصالات في البرق وي عم بتكون الراعي الرسمي لهم من سنة 2014 ليومنا هذا وافقوا يروعوا نفسهم بنفسهم من منذ سنتين مقابل عقد طويل الأمد أكثر افتخروا احتفلوا بذكراهم بهذه الطريقة المميزة احتفلوا بعلاقتهم بهذه الطريقة المميزة وكانت النتائج على المدى الطويل منطقيا وروا على رقم أربعة في عام 2009 نادي ختافي صار معروف بأوروبا وقته صرنا نعرف ونسمع فيه نشوفه بأوروبا بعض الأحيان بنافس بطلع سادس خامس ثامن بعمل أشياء جيد لكنه انشهر كثير في ليلة من اللي يعني لما صحينا الصبح والقينة ختافي بيعلن على انه رعي الجديد بيرجر كينج الناس اتفاجأوا يا عالم شو ما لك انت قاعد بتخط هيك نوع من الأكل اللي مش رياضي ربما بشكل أو بآخر هذ المفاجأة خلت البعض يدعو وقتها انه يا عالم لازم نحط قوانين للرعاية القمصان وإلا بتقلب بكرة مصيبة أندية كورة القدم ممكن تستخدم للتسويق لشيء غير صحي أو غير مفيد أو 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 لكن مش هذي كانت المفاجأة أو مش هذي الغرابة أصلا لأنه بألفين واثنين أصلا بيتزهد كان رعي فولهم لمدة سنة واحدة ختافي عقده مع بيرجر كينج كان لمدة سنة لكنه بعد ذلك استمر لثلاث سنوات بس مرة ثانية برجع أقولكم مش هون كانت الغرابة الغرابة كانت إنه هذا القميص كان عوجهين وبطريقة كوميدية جدا بحيث اللاعد اللي بسجل هدف لو رفع وحط القميص بالعكس على نفسه بطلع صورة ملك البرجر عم بيوحاك إلياس دياز اللي كان رئيس بيرجر كينج في تلك الفترة بإسبانيا هو أحد أهم المدراء في شركة بيرجر كينج بشكل عام اتكلم وقال إحنا حبينا بختافي وأفكاره وشغفه بشبه أفكارنا وشغفنا إحنا مندور على المرح والفرح عشان هيك فكرنا بقميص من وجهين بعد ثلاث سنوات تقريبا انتهى العقد بين ختافي وبرجر كينج لكن ختافي ما طلع من السوق نفسه سوق الأكل وقام مع عقد مع شركة اسمها كونفريمار هذه شركة أغذية بحرية مجمدة واستمر محمل لسنوات أيضا واضح إنه ختافي بحب التنوع بالأكل والروح على رقم ثلاث في ثمانينات القرن الماضي كان ما حدا قادر يوقف أمام تسونامي الدخان وانتشاره بالأفلام البطل بدخن والشرير بدخن هي إشارة كانت لكل شيء جميل عم بتسوق له بالسينما يعادين إنه دخل وأصبحت معيار للرجولة والبطولة وحتى الإنوثة عند كثير مجتمعات العالم مش قادر يوقف الدخان منظمة الصحة العالمية مش عم تتحرك مش عارف شو تعمل لكن منظمة الصحة في مقاطعة وست ميدلنز كان عندها فكرة ثانية كرة القدم الشباب بيحبوها الناس اللي بيدخنوا معظمهم بيحضروا كرة قدم تعالوا نذكرهم وننكد عليهم فجأة بيدفعوا عقد بما بين سنت 84-86 لويست برومتش وبقولوا له بدنا منك إعلان بسيط لا عليه اسم تجاري ولهم بدنا تحط لنا إشارة ممنوع التدخين وفعلا ويست بروم لعب سنتين بهذا القميص إعلان بسيط بدون كلمات بذكرنا دايما إنه ممكن نستخدم كرة القدم لأسباب إيجابية في مقاومة عادات سلبية والرعاة رقم 2 شوفنا لاعبين بيحتفلوا بيلبسوا قناع سبايدرمان بفكروا حالهم رجال خارقين طبيعي لكن نادي كامل يفكر حاله سبايدرمان هذه ما صارت إلا مع 3 كومدريد عام 2004 3 كومدريد كان يموقع عقد لمدة سنتين ما بين 2003 و2005 مع شركة كولومبيا بيكترز وهي طبعا واحدة من أعظم الشركات الإنتاجية في السينما وأعتقد جميعنا لما نشوف إعلانها ونشوف شعارها بنعرف نيام حضرنا أفلام جاي من كولومبيا بيكترز كولومبيا بيكترز جزء من سوني وسوني هي اللي مالكة إلها طبعا وسوني كانت تملك حقوق سبايدرمان في تلك الفترة فسبايدرمان الجزء الثاني إيجا بده ينزل سنة 2004 واللي كان بطل وقتها توبي ماغوير لكن بدهم يعملوا إعلان في إسبانيا للفيلم تعالوا إحنا أصلا بيننا عقد مع 3 كومدريد بيسمحنا نسوق الأفلام عبر قميصه ما بين 2003 و2005 فتم تصميم قميص خاص فسبايدرمان بالنسبة لأ 3 كومدريد مختلف عن كل الإعلانات الأفلام الثانية اللي عملها ظهر أتلت كومدريد في هذا القميص بمباريات رسمية شفنا ديوغو ساميوني فرناندو توريس بيلبسه طبعا بيبقى الأغرب نتيجة تصميم ونتيجة شكله كائنهم جميعهم حابين يكونوا سبايدرمان بس طبعا أتلت كومدريد يعمل إعلانات لأفلام ثانية مثل ريزداند إيفل هيل بوي وبيتربان وتقريبا كل فيلم كانت كولومبيا بيكتشرز حاب تسوقوا بإسبانيا بفترتها عقد لمدة سنتين غريب شوي أصبح صالت إعلانات للسينما مش قميص تجاري وروا على رقم واحد وأنا بعمل ريسيرج على حلقة اليوم انصدمت لما لقيته صراحة وما كنت سامع عنه مع أنه صار وأنا بعز متابعت لك نادي اسمه باليو بيرج اليوناني هذا النادي قرر يحول عقود الرعاية تحت القمصان لمستوى آخر تماما فجأة عم بيظهر قميصه أصلاً أسود وعليه شغلة بتخوذ تحس أندرتيكر اللي طالع مش نادي كرة قدم عقد مع شركة جنازات إقامة جنازات إقامة يعني مناسب الدفن في اليونان المدير العام تاع النادي قال لقد كانت هذه الصفقة لإنقاذنا رئيس هاي الشركة صاحبنا واتفقنا معها على العقد طبعاً مع اللون الأسود وطريقة الإعلان كان فيه نوع من فعلاً لما تشوف القميص اتهابه لأنه ما في حدا فينا ما بهاب الموت زي ما بنعرف طبعاً هاي أمثلة على الفوضى الممكن تصير في الإعلانات لازم رعاية قمصان الأندي تكون مراقبة عشان هيك روابط الأندي عشان هيك أيضاً الحكومات عشان هيك تحد أوروباً لكرة القدم بدأوا يشددوا أكثر وأكثر بوضع معايير لرعاية القمصان مش كل نادي عنده أزمة مالية يروح عامل لنا مشكلة اجتماعية أو أخلاقية لابد من وضع حد لكل شيء لأنه أي شيء فيه فلوس إذا ما وطعت له قوانين وتنظيم واضح حيتحول لمصدر سيء للتصرفات عند البعض ونصرهم لنهاية حلقة توب فاي بذكركم كالعادة تتركوا لايك وتشتركوا بقناة سيرفيسبوك وكنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك تويتر انستغرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة